مين اللي انت اختصتهم وكنت بتبلغهم تعليمات؟ يمكن كان وليد سليمان كان في التوقيت ده كان عبد الله حسام عشور اللعبة دي كانت الناس اللي كانت في الوقت الجمعة الناس اللي كانت في الحتة الدفاعية كنت دايما بتكلم معهم بصفة مستمرة يعني أنا كنت واحد من ناس اللي عبت في الحتة دي وواحد من الناس اللي عاشت في الأجواء دي كان مهم جداً أنك توصل للعبة برضو التعليمات اللي المدير الفني عاوزها أو أنت شايفت حاجة عاوز ينفذها في المباراة بيتوصلها له طبعاً ليلة المباراة موقف ما تنسهوش في المباراة اللي فاز بيها النادي الأهلي يمكن هو المباراة الأخيرة أنا كان مسافر معايا صديق ليا كان قاعد في قتيل جنب الفندو اللي احنا كنا مقيمين فيه هو جاء لي قال لي قال لي أنتوا تكساول بطولة وليس سليمان هجيب جون وانا عاوز التشيرت بتاع وليس سليمان بعد المباراة فانا قلت لوالد سليمان الكلام ده يمكن هو بعد الجونة التاني جالي قلت الوليد قبل المباراة يمكن وليد سليمان بعد الجونة التاني جالي وبعد المباراة أخدت منه تشيرت بعرقه وهو مبلول من حقوق اللبس والديت والصديقي اللي كان موجود معايا في تونس حاجة تاني؟ يعني ده الموقف كنت متذكره بتقبال اللعيبة لكلامك ليلة المباراة في لعيبة بتستقبل وفي لعيبة ما بتبقاش مستحملة بتسمع أي حاجة؟ وهو انت برضو انت كمدرب لازم يعني بتتعامل من اللعيبة طول الوقت فعارف شخصياتها مين اللعيب اللي دايما توجهه ودايما تقوله تعليمات ومين اللعيب اللي بتقوله مرة أو اثنين وبعدين تبعد عنه في وقت معين انت عارف استعابه وتقبله للمعلومة في التوقيت ده هيكون ايجابي ولا سلبي فده مهم جدا من المدرب طبعا طيب خليني اخذك يعني كلنا شفنا تطبيب النادي الاهلي هنتكلم عن نادي الاهلي تشكيلة النادي الاهلي نادي الاهلي هيبدأ بمحمد الشناو لحراسة المرمى وقدامه سليف كلوبالي سعد سمير محمد هاني محمد هاني حيمن أشرف عامل السلية وعشور وإسلام محارب وليد سليمان ممكن بقى ميدو أو حمودي مروان أو صلاح يعني دي فيها كلام دي فيها كلام حسب هو المدرب هفكر ازاي يعني يمكن المدرب لو عاوز يتعامل مع الفرقة بنفس المنطق اللي كان بيتعامل به في القاهرة انه يستخدم المساحات والضغط من التراجي اللي هي لعب قدام على المستكين في تقاط الدفاعة في فريق التونسي علشان المساحات اللي عندهم علشان البطء اللي عندهم في الحال دي هفكر انه يلعب بصلاح محسن يعني هي دي تركاءة الوحيدة في الممرة انما بس خلي بالك خلي بالك يمكن احنا شوفنا الفترة النادي الاهلي في فترات سابقة كان بيعتمد على الاستحواز كان عنده القماشة واللعيبة اللي بتتاعدوا على كده انه طول الوقت مسك الكرة في نصف ملعب الخص كان فيه عبدالله كان فيه وليد كان فيه أجاي كان فيه مؤمن يمكن النادي الاهلي دلوقتي ما بيعرفش يعمل الحتة دي يمكن عنده خمات اللعيبة ما بساعدش ان يعمل كده على فكرة اللقطة دي الناس يمكن تستغرب شوية دول يعني بعض شباب فريق الترجي كانوا بيتدربوا فيه استاد قبل تدريب النادي الاهلي قبل تدريب النادي الاهلي كان طبعا الترجي فرقته للناشئين دي حاجة يعني ماشي لا حاجة 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 مقصودة طيب دي حاجة مقصودة طيب خلينا يبقى احنا قلنا التركية في تشكيل النادي لو المدارب هنفكر بنفس الفكر بتاع المباراة الأولى أكيد هيلعب بصلاح محسن طيب قبل